طورت مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية عبر إطلاق مشروع ديواء الرقمية وهو أول مؤسسة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة يتم تطويرها عالميا وتعتزم كهرباء دبي إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحول إلى مؤسسة رقمية تعتمد على أنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها